اشتركوا في القناة باعتبار خارطة الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في المشاريع الاستراتيجية بوتيرة متسارعة وسعي حثيث وصلت وزارة الإسكان خلال العام المنصرم 2021 البناء على ما تحقق من منجزات على الصعيد الحضاري والتنموي عبر تنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية وتعزيز الشراكات الناجحة وهو المنطلق الأساسي في مسيرة العمل الإسكاني سعياً في تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تنفيذ أربعين ألف وحدة سكانية والسعي إلى استدامة وتسريع وتيرة الخدمات الإسكانية كما كانت توجيهات ومبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمثابة خارطة الطريق التي سارت عليها وزارة الإسكان في تحقيق إنجازاتها لذا شرعت الوزارة بتوزيع ألفي وحدة سكنية على المواطنين المستحقين تنفيذاً لأمر سموه الكريم فشملت عملية التوزيع جميع محافظات المملكة بالتوافق مع التزام الحكومة بالعمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الحكومة بما يحقق تطلعات المواطنين وشملت التوزيعات مشاريع مدينة سلمان وشرق الحد وشرق سترة التي تمتاز بمواقعها المطلة على واجهات بحرية فضلاً عن توفر المساحات المفتوحة والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء في إطار الحرص على توفير مقومات جودة الحياة بالمشاريع الإسكانية إلى جانب ذلك كله وصلت الوزارة تطوير برنامج مزايا والذي حقق نقلة نوعية في تلبية الطلبات الإسكانية من خلال فورية الخدمة والتي ساهمت في توفير السكن لأكثر من تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثين أسرة في زيادة مضطردة وواضحة تعكس حجم الثقة بهذا البرنامج وتعاون القطاع الخاص الذي ساهم في رفض الاقتصاد الوطني بنحو مليار دينار منذ انطلاقته وحتى اليوم وبدعم حكومي تجاوز ثمانية وسبعين مليون دينار ومن ضمن مشاريع الوزارة والتي تحقق الشراكة مع القطاع الخاص مشروع تطوير حقوق الأراضي الحكومية حيث بدأ العمل الفعلي في المشروع خلال العام الماضي بهدف توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين الإنجازات العديدة التي حققتها وزارة الإسكان في 2021 أكدت تكامل خطة العمل ضمن المشاريع الإسكانية لتحقق تضلعات القيادة فيما يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي تلبي الحاجة للسكن الملائم وتوفر للمواطنين الاستقرار